يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَيَمْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى نَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوا وَلِيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَ اللَّهُ فَلِيَكْتُبْ وَلِيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْ شَيْهَا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيْهًا وَضْعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِّلْهُ فَلِيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يهبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأوا أن تكتبوا صغيراً أم كبيراً إلى أجل ذلكم أغسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة أغرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإذا تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكم شيء عليم اشتركوا في القناة